العجول اللي عندك هنا انت بتدري تخرج منها قطعيات زي ما قلتلك قبل كده احنا كنا مؤمنين انها بس سبتية من بره قولك ده مستوردة من امريكا وده مستوردة مش عارفية وبالجرام بقى قطعة ديستو بالجرام ده خرج من هنا ده حرفية الجزار ولا انت بانيت حاجة في الاجل تدري تطلع منها القطعيات دي طبعا في حرفية للجزار لان انت محتاج يبقى عندك حد تي مدرب يقدر ينطلع القطعيات حيك بتتكلم على العجول الامريكي والبرازيلي والحاجات اللي جاية العجول دي متربية في مراعي قادرة تسمح لها انها تاخد نسبة ماربلز معينة في اللحمة عشان خاطر اللحمة تطلع دهون طبعا تطلع بشكل مقبول للعميل انه هو في الاخر يكلها يحس انها جوسي ده اللي احنا توصلنا له هنا في اللحم البلدي برضو ان احنا طلعنا نسبة ماربلز محترمة جدا حيك هتشوفها ان شاء الله معنا في المصنع طبعا احترافية التيم اللي شغال هناك انه هو عارف القطعية طبعا ده اخد مننا وقته وجهده وتدريبه وكل حاجة لان القطعيات دي اصلا هي قطعيات جديدة على سوق المصري هي كلها قطعيات تسفرت تعليمت الكلام ده برا؟ بص انا سفرت طبعا بس ما سفرتش بغرض التعليم اكتر مبغرض ان انا بشوف واخاول ان انا اعرف شفت المزارع برا طبعا شفت المزارع وشفت تقطيع ودخلت مصانع لحوم كبيرة جدا تقطيع اللحمة ازاي وايه الاكوبمنت وايه مستوى التغليف اللي لازم يبقى متواجد وكل ده موجود في المصنع هيك هتشوفه لكن كان برضو يهمني جدا ان انا ماستوردش ان انا اعمل ده من العجول اللي موجودة في السوق المصري طيب اللي خلاني اصلا افكر ان انا ماستوردش بسرعة واخلص وده ربح سريع ما انا هستورد وهتبح وقطع والاستراد كمان ارخص من التربية اولا انا مش مؤمن بحطة الاستراد انا مؤمن بحطة الاستراد هو بس لسد الفجوة اللي موجودة لفترة زمنية قصيرة لكن البلد لازم يبقى فيها انتاج وما دام التوجه في البلد احنا محتاجين القطعيات دي ومحتاجين كوالة اللحمة دي يبقى احنا كمان لازم كلنا نتوجه لكده لان بعد فترة ما الله اعلم هيئمتها والاستراد لازم هيوقف لان لازم البلد دي اقتصاديا تقوم فانا كنت حابب ان احنا نبقى جهزين من الاول واحنا كل يوم عن التاني على فكرة عندنا تطوير عندنا تطوير في اضافة حاجة للعلف عندنا تطوير في طريق الدبح عندنا تطوير لوزن دبح معين هو اللي بيديني اللون المعين اللي انا عايز اشوفه في القطعية فاحنا الحمد لله قدرنا مع شركات كبيرة شغالين معها الفترة دي المميز قوي يرضي زعوم والاهم من ده كله ان الكواليتي ثبتة